اشتركوا في القناة الى ان السياحة الرياضية هي بالفعل صناعة تبلغ قيمتها 600 مليار دولار في الشرق الاوسط اذا تسهم الفعاليات الرياضية الكبرى في تحقيق فوائد اقتصادية للبلد المضيف وقال المؤيد ان فوائد استضافة مملكة البحرين لسباقات الفورميلا 1 بصمة مميزة امتد تاثرها الى بقية دول الشرق الاوسط ومن جهة اخرى اشار المؤيد الى ان البحرين تمتلك خططا للرياضات والالعاب الالكترونية بالاضافة للسعي المستمر لانشائبية رقمية داعمة للترابط الرقمي المتطور موضحا ان حكومات الشرق الاوسط وشمال افريقيا تعمل بشكل متزايد على دمج الرياضات الالكترونية في انشطتها ضمن خططها للتنويع الاقتصادي الوطني هذا وبين المؤيد ان التوجه لتشجيع الاستثمارات والتنويع الاقتصادي غير النفطي في جميع انحاء الشرق الاوسط كقطاع السياحة الرياضية وتوجه يشير الى انه سيكون للرياضة دور مهم في الزهار الاقتصادي والهوية الثقافية للمنطقة في السنوات المقبلة ترجمة نانسي قنقر